فقط أوضح لك موضوع واحد أولا رئيس الوزراء نبه جدا إلى هذا الموضوع وهذا الموضوع تكلمنا به من قبل شهرين أو ثلاثة أشهر كنا نعلم بأنه هذه الأمور ربما ستفكر إسرائيل بضرب ليس بضرب الفصال عندما قالت أنه لدينا 38 هدف ضمن بنق الأهداف لا بل أرسلت رسائل معينة منذ ضرب ميناء الحديدة عندما نشر أفقاي المتحدث باسمهم نشر صورة ميناء الحديدة وقرب ميناء البصرة وعندما أرسلوا رسائل بأنه نحن ممكن أنه ننفض ضربات عليكم نحن نبهين لهذا الموضوع وأرسلنا رسائل كثيرة وحتى تكلمنا سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى تكلمنا مع الفصائل في هذا الموضوع العلم وقلنا لهم ممكن أن ترد إسرائيل بأسلوب سمج وبأسلوب وقع في هذا الموضوع لكن هم أنا سأقول لك شيء واحد إسرائيل تتوقع أنه إن كان لديها أدلة بوتية على دخول صواريخ إيرانية إلى العراق هل ستسكت عن ذلك؟ هل أمريكا ستخجل إذا نشرت صور هذه الصواريخ؟ أنا سأقول لك الأمور الأمنية والأمور الفنية أولا هذه الصواريخ حتى إذا استطعت دخلها تحتاج لها قواعد إطلاق وهذه قواعد الإطلاق لا يتم تصنيعها بسهولة وخاصة المذيات البعيدة وتحتاجها ماسكات وتحتاج لها عجلات وهذه العجلات التي تحملها الآن أنا أتكلم بصورة فنية أترك كل شيء هذه لا تستطيع المرور والعبور والسير على الطرق أن يسميها أكثر من 30-40 كيلومتر نحن نتكلم عن 600 كيلومتر هذه نقطة النقطة الثانية أنا أعلم هم يقصدون عجلات لترانزيت التي وقعنا الحدود هذه العجلات لا تفتح هم يؤكدون قد تكون هذه العجلات هي التي تعمل مع بقية المواد لكن أنا أقول لك هذه تدخل في السونار هذه نقطة النقطة الأخرى هناك 23 جهاز 23 جهاز بالمنافذ العدودية مخابرات أمن وطني استخبارات داخلية منافذ قمرق حشد كل شيء موجود عندهم لكن سيد سرمت أهم من ذلك موقع أكسيوس بس اسمح لي فقط توصل الفكرة وسأجيبك على ما تريد تفضل موقع أكسيوس اللي نشر الموضوع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين هذا الموضوع أنا متنبيه بالذات والنقلة بعدين وولد ستريت جوللر زين بعدين يوم أمس وأول أمس كتبت صحيفة معارف الإسرائيلية شوف هم الآن هوكشتاين موجود في لبنان وداخل مفاوضات وبكرة يذهب إلى الكيان الصيحوني أنا أقول موضوع واحد نعم تسألني متخوف نعم متخوف ليش لأنه إسرائيل اليوم من نشرت من بعثت بهذه الرسالة على شنو استندت على المادة واحد وخمسين المادة واحد وخمسين من ميثاق الممتعدة اللي نفسها مستندة علي تركيا في دخولها للأقليم فلذلك يقول لك هذه المادة واحد وخمسين والله إحنا ندافع عن أرضنا الخطر ممكن أن يكون خارج أرضنا فندافع على أرضنا من هذا الموقع نعم هناك خطورة وهناك اليوم من تسألني ما عدنا الدفاعات الجوية الممكن أن نصد مثل هذه لجماعة من الجو إسرائيل ما رح تجينا بالدبابات ولو تأتينا على الأرض إحنا إحنا أكثر الناس وأكثر دولة إحنا يمكن مش تركين بحروب مع إسرائيل سواء على الأرض أو بالجو لكن أنت تسألني كيف ممكن أن هؤلاء ممكن أنه يأثرون علينا ممكن يضربون البناء التحتية هم شوف سأقول لك هم يريدون أن يضربوا البناء التحتية من أجل أن يصير إشكالية داخل الشارع العراقي بين فصائل المقاومة الإسلامية العراقية والشعب العراقي تمام وهذه حقيقة ونبهنا عليها وقلنا أن هذا الموضوع خطر جدا هذه نقطة مهمة سيد سربج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر